شركة يوسرين من الشركات اللي فعلا منتجاتها مميزة والنهاردة مشيت اللاء هارد نوعين سيروم دايما عليهم طلب في منتجات العناية بالبشرة سيروم حمض الهيلرونيك للترطيب الفوري ومقاومة ظهور التجعيد يوسرين هيلرون فيلر مويستر بوستر سيروم فيتامين سي لنضارة والاشراقة وتوحيد لون البشرة هيلرون فيلر فيتامين سي بوستر معاكم الدكتور سيدالي طارق محمد عبدالله وبذكركم دعمي بالاشتراك في القناة لايك ومشاركة للفيديو على أوسع نطاق في الحياة السيرومين نقدر نستضمهم مع بعض في نفس الروتين وهما من السيرومات المميزة جدا والأعلى مبيع لمنتجات شركة يوسرين وهبدأ بعرض تركيبة ومميزات سيروم حمض الهيلرونيك يوسرين هيلرون فيلر ولو نفتكر المراجعة اللي عرضتها سابقا لكريمات هيلرون فيلر المقاومة للتجعيد ووضحت الفرق ما بين كل نوع وهو السيروم ده بقى من أفضل السيرومات اللي نقدر نستخدمها قبل استخدام كريم هيلرون فيلر لينك المقارنة دي حتكون ظهرة معاكم دلوقتي لو حابين ترجعوا لها حمض الهيلرونيك متوفر في تركيبة السيروم في شكل سوديوم هيلرونيت ودي أفضل صور حمض الهيلرونيك اللي بيساعد في الحفاظ على ترتيب البشرة والاحتفاظ بالميا والرطوبة مع اعطاء ملء ونضارة للبشرة متوفر فيه الشكل وزن جزئي متوسط بيساعد في الترتيب الخارجي لسطح البشرة ده بجانب وزن جزئي منخفض اللي هو من لوكلارويت لودورفي الترتيب العميق للبشرة تحفيز انتاج حمض الهيلرونيك بالبشرة المساعدة فيه تخليق الكولوجين واللاستين كل ده في الحقيقة هيكون لودورفي مقاومة ظهور التجعيد وعلامات تقدم العمر هيلرونيك أسد هو من أفضل التركيبات اللي نقدر نستفاد منها في الوقاية من ظهور التجعيد خاصة لما نستخدمه خلال فترة الشباب بتكلم عن عمر 25 سنة وما فوق ده طبعا بالإضافة لو بشرتك بتعاني من جفاف وخشونة فإضافة السيروم هيلرون فيلر في روتينك اليومي هيعطيه ترتيب فوري وممتد للبشرة ومع الاستمرار عليه لو بنعاني من ظهور خطوط رافيعة بالبشرة فهيساعد في تحسين مظهرها السيروم بيعتمد على تركيب الترتيب إضافية وده من خلال توفر الجليسرين اللي بيعطيه ترتيب أكتر للبشرة متوفر برضو صورة من صور فيتامين سي سوديوم أسكورب الفسفيت وإن كان تركيزه ضعيف ولكنه هيساعد في إعطاء البشرة مظهر أكتر نضارة وإشراقة وفي الحقيقة من مميزات السيروم يسرينها لرونفلر أنه سيروم منمسه خفيف جدا ومناسب مع كل أنواع البشرة حتى البشرة الدهنية والحساسة حتى أن نسبة العطر خفيفة جدا في تركيبة السيروم ومذكور في نهاية التركيبة وبالتالي ما فيش ألأ من استخدامه للبشرة الحساسة تركيبته نان كوميدوجينيك اللي يسبب انسداد للمسام ويتدري كمان تستخدميه كميكاب بيز أو أساس للميكياج وبالنسبة لطريقة استخدام السيروم بنستخدمه بعد تنظيف البشرة من مرة لمرتين في اليوم صباحا ومساءا وبيستخدم على بشرة من الدية يعني بلاش نجفف البشرة تماما بنترك فيها نسبة مية أو رطوبة كده وبنضع من 3 لأربع قطرات وبنوزعه على كامل البشرة والرقبة مع عدم منطية العين منتظر كده لمدة من 15 دقايه هو في الحقيقة سيروم سريع الانتصاص ونظر بعدها نضع فوق واقع الشمس أو أي نوع من الأنواع الثلاثة لكريمات هيلرونفلر أو حتى كريم مرطب مناسب للبشرة وبالنسبة للسيروم فيتامين سي لشركة يسرين هو برضو سيروم أنتي إيجنج مقام للتجعيد وعلامات تقدم العمر ولكن في الحقيقة أغلب نتائجه الظهر على البشرة بتكون إعطاء نظارة وإشراقة للبشرة منع أكسادة وبهتان البشرة توحيد لون بشرتك خاصة البشرة اللي بتعاني من شحوب وإسمرار خفيف ده بالإضافة أنه مع الاستمرار على السيروم بيساعد في تحسين مظهر الخطوط الرفيعة ومقاومة التجعيد ففيتامين سي هو من أفضل مضادات الأغسادة المقاومة لعلامات تقدم العمر خاصة طبعا لما نستخدمه خلال فترة الشباب 20 أو 25 سنة وما فوق السيروم بيحتوي على تركيز 10% بيور فيتامين سي فيتامين سي ناقي في صورة أسكوربيك أسد ودي من أكتر صور فيتامين سي الفعالة كمضاد لأجسادة البشرة وفرحية تركيز 10% بيعتبره مناسب جدا نضارة واشراقة وتوحيد للون بشرتك ده بالإضافة أنه كمان مقاوم للتجعيد وهيكون مناسب لكل أنواع البشرة حمض الهيلرونيك برضو متوفر في صورة سوديوم هيلرونيت بوزن جزئي ممخفض قادر على التدفق لطبقات الجلد الداخلية بالتالي ترتيب عميق للبشرة ففيتامين سي وهيلرونيك أسد في تركيبة واحدة ودي تعتبر ميزة روعة في السيرام ومن الإضافات المميزة جدا في تركيبة السيرام احتواء على خلاصة جزور العرقسوس جليسريزا انفلاتا روت إكستيراكت اللي لها دور في تفتيح وتوحيد لون البشرة خصائص ملطفة للبشرة ومضادة للالتهابات شركة يوسرين أضافت مواد لترتيب البشرة ومنها جليسرين سكوالين ديميسيكون واللي هو أحد صور السيليكون ولو دور في تكوين طبقة عزلة على البشرة بيمنع فقد المية ورطوبة من سطح الجلد وبالتالي الحفاظ على الترتيب سيرام يوسرين فيتامين سي في الحية من السيرامات اللي منمسها خفيف نسبة العطر برضو فيه خفيفة جدا ومناسب لكل أنواع البشرة تركبته نانكوميدوجينك لا يسبب انسداد للمسام ومناصب برضو أنك تستخدميه كميكاب بيز أو أساس للميكياج ودلوقتي نركز كويس قوي في طريقة استخدام السيرام بنفس الطريقة بالفيديو بيتم نازع ورقة القصدير الواقي في أسفل العبوة وبعدها نضغط على الزر في أسفل العبوة من مرتين لتلات مرات وده لتحرير فيتامين سي اللي بيكون في شكل بودرة وبعدها بنرج السيرام كويس بيعيس يتم مزج البودرة في السائل السيرام وقتها بيكون جاهز للاستخدام بنضغط على الزر في أسفل العبوة من مضاختين لتلات مضاخات ونوزحهم على كامل البشرة والرقبة مع عدم منطية العين طبعا بنستخدم السيرام فيتامين سي بعد خطوة تنظيف البشرة من مرة لمرتين في اليوم صباحا ومساءا في الروتين النهاري منتظر كده مدة من 5 ل 10 دقايه لغاية ما يتم امتصاص السيرام بالكامل وبعدها نضع فوق واقي شمس مناسب للبشرة ولو هنستخدمه في الروتين الليلي فبعد امتصاص السيرام بنضع كريم مرتب مناسب للبشرة وبكده يكون انتهى الروتين المتكابل وطريقة استخدام سيرام فيتامين سي لشركة يسرين طيب بالنسبة لو هنستخدم سيرام فيتامين سي وهيلرونيك أسد في نفس الروتين ذكرت طبعا في تركيب سيرام فيتامين سي انه بيحتوي على نسبة من حمض الهيلرونيك وبالتالي حيكون له مميزات في الترطيب والنظارة لكن لو هنستخدم السيرامين في نفس الروتين يبقى فيتامين سي في النهار وبعد امتصاصه نضع واقي شمس حماية عالية يكون مناسب للبشرة وفي الروتين الليلي هنستخدم سيرام هيلرونيك أسد من يوسرين وبعده نضع كريم مرتب مناسب للبشرة وبكده اكون اكملت الروتين اليومي المتكامل للعناية بالبشرة ضد التجاعيد روتين مع الاستمرار عليه هيساعد في تحسين مظهر الخطوط الرفيعة الظهرة بالبشرة روتين للترطيب الفوري والممتد للنظارة والاشراقة وتوحيد لون بشرتك كان معاكم دكتور سيدالي طارق محمد عبد الله منتظر دعمكم اللايك الجميل للفيديو والاشتراك في القناة